اجتمع معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة مع الدكتور فرحان أحمد نظامي مدير مركز أكسفورد لدراسات الإسلامية خلال زيارة معالي لجامعة أكسفورد بحضور كل من السيد ريتشارد وايرز نائب عميد القبول والتسجيل والبروفيسور شاهد جميل الزميل باحث في كلية جرين تيمبلتون أكسفورد نعم وفي مستهل الاجتماع هنال الدكتور فرحان أحمد نظامي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة على تعيينه عميدا للسلك الدبلوماسي العربي وأعرب عن تطلع المركز للعمل مع مجلس السفراء العرب لجامعة الدول العربية في لندن وخلال الزيارة قام معالي سفير بجولة شملت على زيارة جناح مملكة البحرين والأجنحة الأخرى التي تتوافر فيها كافة التسهيلات العلمية للباحثين والدارسين بالإضافة إلى غرف اجتماعات وأجنحة سكانية للزوار رفيع المستوى في المركز الذي تم افتتاحه في عام 2017 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير شارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله كما استعرض معالي سفير استجابة مملكة البحرين الناجحة لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ودراسات التي يجراها القطاع الصحي بمملكة البحرين حول الفيروس وإمكانية الاستفادة منها للمساهمة في دراسات المركز الناجحة